شيع أهالي مدينة جنين الشاب أشرف محمد الشيخ الذي استشهد متأثرا بإصابته خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمدينة فجر اليوم وفي وقت سابق أصيب ثمانية فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال عملية الاقتحام مصادر أمنية فلسطينية ذكرت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور فيما اعتلق قناصتها أسطح عدد من البنايات وقد اندلعت مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة ومع ارتقاء الشاب الشيخ ترتفع حصيلة الشهداء إلى 161 منذ بداية العام الحالي سعيا للاستلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية أعاد مستوطنون متطرفون بناء مدرسة دينية على أراضي فلسطينية قريبة من بؤرة حومش الاستيطانية بعد أيام من صدور قرار حكومة الاحتلال يقضي بعودة المستوطنين إلى المستوطنة المخلاتي منذ 18 عاما كلصوص الليل نقل المستوطنون فجرا وبعملية سرية معهدا لتدريس التوراة أقاموه بشكل غير قانوني في بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة الغربية إلى أرض أخرى تبعد مئات الأمتار عن المستوطنة سعيا للاستلاء على أراضي إضافية يقول مختصون أن اختيار مدرسة دينية يقع ضمن السياسة الضاغطة التي ينتجها المستوطنون لإحراج حكومة الاحتلال وتثبيت وجودهم هذه ليس المرة الأولى التي تستخدم القضايا العامة أو تسمى بقضايا الدين لإحراج دولة الاحتلال داخليا بمعنى للمستوطنين أمام الحردين ومام المتطرفين اليمنيين للإسرائيليين هكذا في أفطار حاولوا أن يلتفوا على القانون بعملية ترحيل المستعمرين والمستوطنين باستبدالها بمدرسة للمتدينين وسائل وطرق متعددة يبتكرها المستوطنون للسيطرة على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية برغم وجود 81 قانوناً اسرائيلياً يشرع الاستيطان والتوسع الاستيطاني إلا أن الجماعات الاستيطانية تلتف على تلك القوانين لسرقة ما تبقى من الأراضي قبل أن تستحوذ عليها الحكومة نشاط استيطاني غير مسبوق تشهده أراضي الضفة فإلى جانب مخطط الاعتراف ب70 بؤر استيطانية يتنامى العمل على إنشاء البؤر الاستيطانية الرعوية والتي ارتفعت من 84 بؤر خلال الأعوام السابقة لتصل إلى 100 بؤر اليوم فضلاً عن الاستثمار بالبؤر الاستيطانية المتحركة أن يضع كارفان على سيارة متحركة ويعتبرها بؤر استيطانية متحركة لالتفاف على القانون ولكن هي لتثبيت إجراءات إدارية ودعم أكثر وضغط أكثر على الحكومة بالاعتراف ببؤر جديدة هذا ما تم مورس في عدد كبير من المستعمرات وكان أكبرها وأكثر نموذج لاستخدام الأدوات المتنقلة أو ما تسمى بالخيم المتنقلة في منطقة المخرور في منطقة بيت لحم اليوم تحولت في أقل من عام إلى بؤر استيطانية وفيها عدد كبير من المستوطنين ومن الأراضي الزراعية إلى الثروة الحيوانية والتجمعات البدوية ومناطق ينابي علمية جميعها مساحات تحت الاستهداف وفق مراقبين بهدف تحويل الضفة الغربية إلى 176 كانتوناً يصبح معها الفلسطيني سجيناً لا يجد متنفساً أو عملاً إلا داخل المستوطنات من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا في إطار ملف بيع الأراضي والعقارات للاحتلال أفشل جهاز المخابرات العامة في بيت لحم صفقة تسريب لمئات الدنومات في قرية نحالين الملاصقة لمستوطنتي بيتار عليت ودانيال وبحسب مصدر أمني تم اعتقال أربعة أشخاص مشتبه بهم في التخطيط لعملية تسريب الأراضي وجرأ حالتهم وملف القضية إلى النيابة العامة لإكمال الإجراءات القانونية جهاز المخابرات العامة نشد المواطنين بتوخي الحذر عند بيع الأراضي خاصة في القدس المحتلة والمناطق الحدودية والمناطق المجاورة للمستوطنات وأن يبلغ الجهات المختصة عن أي حالة مشتبه بها وكانت السلطة الفلسطينية صادقت في تشرين الأول عام 2014 على قانون يدين من يثبت تورطه في عملية بيع أو تأجير أراضي الاحتلال بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة في نابلس تتنافس مجموعة فتيات من مختلف مناطق الضفة الغربية والداخل المحتل في عرض مشاريعهن الصغيرة والمتوسطة خلال فعالية تقيمها حاضنة الأعمال في منظمة شباب الغد لتقييم هذه المشاريع والمفاضلة بينها تمهيدا لتقديم الدعم المالي لأفضل أربعة منها انطلاقا من أهمية دعم الشباب وخصوصا الشاباء ومشاريعهن الصغيرة والمتوسطة جاءت حاضنة الأعمال في منظمة شباب الغد في نابلس يقوم الأمر هنا على استضافة مشاريع لشابات من مناطق الضفة والداخل المحتل من أجل تقييمها وتقديم النصح لصاحباتها من لجنة محكمين مختصين إسهاما في تطوير المشاريع وتمكينها فيما يحظى عدد من هذه المشاريع في النهاية بفرصة الحصول على منح لغاية تسيير المشاريع وإدارتها لدينا 22 صبيعين سياردون مشاريعهم من منطقة الضفة ومناطق 48 استهدفناهم بتدريب ريادة أعمال مكثف لديهم مشاريع صغيرة للمتوسطة بعد هذا التدريب اليوم بعد عرض مشاريعهم سيفوز أربع منهم بمنحة مالية من خمسة إلى عشر تلاف دولار هاي الملحة المالية راح تساعدهم إنهم يطوروا مشاريعهم أو يكبروا الفكرة اللي هم أصلاً بلشوا منها شفنا مشاريع كتير حلوة مشاريع لها علاقة بالأعمال مشاريع لها علاقة في الهاي تيك مشاريع لها علاقة بالديجيتال ديزاين يعني مشاريع لها علاقة في البيئة والريسايكلين يعني عم نسمع مشاريع بيعتازها الشارع الفلسطيني أو السوق الفلسطيني الاسم إيز هم اللي بيقيموا الاقتصاد أي دول زي ما بتعرف 96% من اقتصاد كل الدول يقوم على المشاريع الصغيرة تحمل كل مشاركة في هذه الحاضنة مشروعها الصغير وتقدم شرحا وافيا حوله وظروف إنشائه وميزاته وما يقدمه من خدمات وما يمكن أن يضيفه لتنمية المجتمع تحصل بعد ذلك على مصائح تطور من أداء مشروعها وتنتظر لربما تحصل على منحة مالية تعكس من خلالها المشروع على أرض الواقع بشكل مباشر جيت هون لحتى أطور مشروعي اللي هو عبارة عن مركز تعليمي بأدم خدمات جديدة لمدينة نابلس بعزز فكرة توظيف النساء في مدينة نابلس نحن نضم 20 معلمة منوفر فرص عمل خرجيني الجدد اشتركت بهذا البرنامج لأنني كنت بحاجة لفرصة اللي أنا أشابك فيها مع دول برا وكمان أشابك فيها هون وهذه الفرصة إحنا مكناش نلاقيها عندنا وأنا جدا ممتنة لهذه الفرصة إنها صلحت لي وكمان لأنه صح أنا عندي مشروع وعندي شغل بس كمان أنا كنت بحاجة من يوجهني بهذا الشغل ويفهمني أكتر أنا وين وين رايحها تتنوع المشاريع هنا وأشكالها ومجالاتها لكنها تشترك في توفير فرص عمل لعدد من النساء فضلا عن أنها تدفع بمزيد من الاستقلالية للمشاركات وتعزز مساهمتهن داخل الأسرة والمجتمع بشكل عام المجتمع الذي تشكل نسبة الشباب بعمر 18 و29 عاما 22% منه وفقا لأرقام جهاز الإحصاء المركزي بواقع 105 الذكور لكل 100 من الإناث من مدينة نابلس المحتلة حافظ أبو صبرى رؤيا من الشرق إلى الغرب هنأ العديد من زعماء العالم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بفوزه بولاية جديدة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في وقت اعتبر فيه الرئيس الروسي فلاديمر بوتين الفوز نتيجة منطقية ودليلا واضحا على دعم الشعب التركي أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فعرب عن تطلعه لمواصلة العمل مع إردوغان بصفتهما حليفين في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة خمسة أعوام أخرى تضاف إلى عقدين تصدر فيهما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المشهد السياسي في البلاد ليواصل قيادة دفتها حتى العام الفين وثمانية وعشرين في جولة ثانية غير مسبوقة من الانتخابات الرئاسية وبعد مواجهة أقوى تحالف للمعارضة استطاع الرئيس التركي أن يكسب الدعم اللازم لتحقيق الفوز على منافسه كمال كيلتش دار أوغلو داعيا في كلمة أعقبت الفوز الأتراك إلى الوحدة والتضامن دعوات أردوغان هذه تعكس حجم الانقسام الذي شهدته البلاد خلال هذه الانتخابات وظهرت عبر الاستقطابات السياسية وفي النتائج التي وصلت بالأمر حد الإعادة وحتى أنها ظهرت في النسب الأولية التي حققها المرشحان في الجولة الثانية فأردوغان نال نحو 52% من الأصوات مقابل حوالي 48% لمنافسه حقبة أردوغان الجديدة تأتي في ظل تحديات عدة منها الوضع الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم فضلا عن ملف اللاجئين وتداعياته لكنها لا تقتصر على ذلك فبين أسيويتها وأوروبيتها بين إسلاميتها وعلمانيتها وبين تحالفات الشرق والغرب تنفض تركيا اليوم انتخابات الأمس عنها وتقف أمام مستقبل سيرسم أردوغان ملامحه لمؤيديه ومعارضيه على حد سواء وذلك حتى إشعار انتخابي آخر مع انتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع هذه الليلة تتواصل المعارك شمال وجنوب الخرطوم وسط دعوات لتمديد الهدنة ويتبادل طرف الصراع الاتهام بخرق الهدنة التي كان من المفترض أن تفسح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة للمدنيين وقد أكدت الأمم المتحدة أن سكان السودان من بين الأكثر احتياجا في العالم في الوقت الحالي إلى اهتمام عاجل لتفادي عدام الأمن الغذائي ترجمة نانسي قنقر